اسم الاهلي كبير في افريقيا الاهلي لم يحتكر بطلات الا بعرقه ومجهوده ومكانته وقمته الاهلي المشرف القرى الافريقية في المحافل الدولية الاتحاد الدولي اكبر اتحاد والمهيمن والمسيطر على كل الاتحادات القرية وصاحب اللعبة لما بيشيد بالقرى الافريقية بيتكلم عن اسم الاهلي لما بيوجه رسالة تهنية بيوجه رسالة للاهلي الاهلي لما بيوصل كاس عالم اندية وبيبقى موجود على منص التويج رئيس الاتحاد الافريقي بيبقى فرحان ومبسوط لانه عنده ممثل لقارة افريقيا موجود على المنصة في المحافل الدولية امام رئيس الاتحاد الدولي لكن انا اتكلم عن احتقار اي احتقار واي هيمنة واي سيطرة تاريخ القرى المصرية هو من انشأ الاتحاد الافريقي تاريخ القرى المصرية هو اللي عمل اللي وايح والنظم في الاتحاد الافريقي تاريخ القرى المصرية هو اللي قبر المسابقات الافريقية مين اللي طور مصابق الدوري أبطال إفريقيا مين اللي عمل من شكل القرى الإفريقية قيمة ومكانة مين اللي تواجد في كأس العالم التسعين أمام أكبر الفيرة الأوروبية لما نتكلم عن الاحتقار والمنافسة يعني نتكلم صح؟ يعني ما نتكلمش أو لو ما بنعرفش نتكلم ما نتكلمش أو على حد يتكلم على احتقار وفساد بالشكل ده لأن عندنا ردود كثيرة ممكن تتقال 3 يوليو 2019 دي ورقة من ضمن حيات كثيرة ممكن تتقال يطلع ينفى بنفسه يا إما الموقف كده هيبقى صعب جدا على المستقبل بالنسبة للكرى الإفريقية لأن الكرى الإفريقية لو ماشى بالشكل ده مش هينفع كده مش هينفع